من الوضع طبيعي أن الإنسان مرات يتعرض لموقف محرج يضطر أنه يكذب فيه فعلى سبيل المثال ممكن بأن ترفيو شغل أو موقف محرج مع العائلة الإنسان يضطر أنه يكذب ولكن هل من المعقول بأنه نوصل لمرحلة نكذب على حالنا؟ وإذا آه فليش نعمل زيك؟ سألنا سؤال عشان نتأكد من الحقيقة العلمية الموجودة عندنا في البداية لكل المشتركين أنه هل عمرك كذبت بحياتك أم لا؟ أكيد كذبت آه آه كلنا كذبنا كذبت كذبت أكيد ما كنت قبل شوية آخر مرة كذبت كذبت أكيد أكيد كذبت نيجي للسؤال الثاني اللي كان جداً مهم مدامك كذبت بشكل عام بحياتك هل بحياتك كذبت على حالك أم لا؟ مرات آه كلنا من كذب على حالنا أكيد صحيح فيه منه يمكن الجواب بديهي جداً أنه الشخص بشكل عام يكذب ويمكن جواب الكل اعترف فيه بأنه آه مرات منضطر نكذب على حالنا ولكن السؤال اللي يتوجب علينا نسأله ليش إحنا أصلاً بنعمل زي هيك؟ ليه واحد ممكن يكذب على حاله؟ تير بتصير يعني ممكن لسبب أنه بدأ أقنع حالي بشغلة بضحك على حالي مثلاً أنه آه لأحيات الشغلة الزابطة بس أنا بينه وبين حالي عارف أنه مش زابطة أو ما حتو تثبط أو مش صح لا بكذب على حالي بحكي على حالي أنه آه لأ عندي كرير كثير منيح وعندي بات كثير حير وكثير هذا صح أنه الواحد ممكن مشان يقنع شي حاله بشي ممكن يكذب على حاله لما تكون أنت بتحاول تصل لشي معين تقنع حالك أن أنت قادر تصله لكن أنت فعليا عارف أنك أنت مش قادر تصله مثلاً لما تتعلق بشخص لما شخص يأذيك لما هاي الأمور يعني مثلاً أنت عارب أن هذا الشخص عم بأذيك بس خاصة عم بحبه فعم تكذب على حالك وعم تقني حالك بأشياء مثلاً غلط هذا مثال يعني فيه كثير شغلات أمثل على هذا الموضوع ممكن تكذب على حالها أنه يكون حطين ببالهم فكرة معينة يعني هم هيك ويقتنعوا هاي على أساس أنه يعني يكذبوا على نفسهم يعني أو يصدقوا نفسهم بهذا الإشي فعلياً ما يكون عندهم هذا المحتوى فيه ناس عشان تأخذ قوة عشان تكون عندهم تقدر تكمل حياتها هلأ فيه ناس عايشوا بكذبة كبيرة من أول ما نولدت ما بتناقشوا فيه أربع أسباب رئيسية ممكن نستخلصها بتفسر ليش الإنسان ممكن يكذب على حاله السبب الأول منها أنه الكذب على النفس هو شماعة بتخلينا نبتعد عن الواقع تبعنا على سبيل المثال أنا إنسان ما بشتغل ما عنديش شغل وأنا عارف من تلقاء نفسي ومن قرارة نفسي أنه أنا مقصر مثلاً بإني أنا مش ماخد كورسز بالإنجليش كفاية فأنا باجي بكذب على حالي من جوا وباجي بحكي أصلاً وضع البلد بخزي وما فيش فرص عمل والدولة بتشتغلش وأنا عشان هيك مش بلاقي شغل مع أنه أنا من جواي عارف أنه يمكن آه البلد مقصرة في موضوع معين ولكن برضو أنا مقصر بحق نفسي أنه أنا مش عمالي باخد كورسز إنجليش كفاية والإنجليش صار متطلب لكل الشغل اللي في العالم فبالتالي أنا باجي بكذب على حالي بجيبها الشماعة بحط عليها هاي الحجة فببتعد عن الواقع يمكن لحد الآن الموضوع يعني ها مهضوم شوي طبيعي ولكن تكمن مشكلة لما نكذب على حالنا بإنه ليش مثلاً بنكذب بالسيرفيز أو بالاستبيانات اللي بتيجي علينا ما أنا بجاوبها بيني وبين حالي طب ليه ما اضطر أكذب أنا مع نفسي أنا مع حالي هلا يعني لا فيش حدثاني على سبيل المثال موضوع العمر وموضوع المعدل أكتر الشيء نحن بنكذب فيهم بالاستبيانات حسب كتاب The Elephant in the Brain إحنا خايفين أنه نواجه حالنا بحقيقة معدلنا الحقيقي وعمرنا الحقيقي فمنضطر للأسف بالاستبيانات نكتب معدل تاني ونكتب عمر تاني لأنه بدناش نواجه حالنا بهذا الإشيء السبب الرابع وهو أكتر سبب غرابي من الموضوع هل فعلياً أنه نكذب على حالنا إيش غلط؟ كيف يعني؟ إن نكذب على حالنا ممكن يحقق لنا إشيء اسمه Advantage of Duality أو Duality حسب كيف تحب تلفز الكلمة طب إيش يعني إحنا لما نكذب على حالنا مرات بنستفيد على سبيل المثال كلياتنا لما نروع على المدرسة وبعديها على الجامعة إحنا بنكون فعلياً من جوانا عارفين إنه الهدف لما نخلص دراسة نشتغل وهدف معظم الناس لما يشتغلوا هو العائد المادي ولكن إحنا مرات بنجي نحيي لحالنا لا أنا بحب أتعلم عشان التعلم نفسه أنا بحب أتعلم عشان الثقافة تبعتي هلأ في بعض الناس زي هيك ولكن الغالبية عشان الهدف المادي خلينو نكون واقعيين فهون لما إيجينا إحنا كذبنا على حالنا وحكينا أنا عمالي بتعلم لأجل التعلم فهون بنكون استفدنا من الإشياء أنا فعلياً اتخرجت واشتغلت وجبت عائد مادي وفعلياً اتعلمت وزدت من مخزوني المعارفين خلاصة الموضوع إنه يمكن غالبيتنا بيضطر إنه يجذب على حاله عشان يطلع من مواقف مهرجة ومواقف مزعجة وهاي حيلة بيستخدمها دماغنا يمكن بما إنه كلياتنا بنعمل زي هيك فمش مستاهل إنه نعرف صح ولا غلط إنه نساوي زي هيك ولكن اللي بهمنا جداً نعرفه إنه ليه بنساوي زي هيك فوعينا بزيد بهاي المواقف بالتالي ممكن نتحشاها أكتر ولو كل الأشخاص اللي بيحضرونا على الإنترنت يريد أنكم تشوفوا المصادر اللي اعتمدنا عليها بحلقتنا لليوم اشتركوا في القناة